اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم في هذه الحلقة كيف ما وعدكم سوف نحط لكم جوجة الأخبار مهمة أول شي كيف ستستفد من البونس ماشي 60 أورو لا أحتل 100 أورو وأكثر من 100 أورو كي نوح الطريقة اللي ان شاء الله ناس قليلة اللي عارفها سوف نحاول أن نشرح لكم في هذه الحلقة باش تعرفوا كيفاش تستفد من هذه الزيادة في البونس الحاجة الأخرى اليوم غادي نتكلموا عليها هو البلاغ ديال القنصرية الإيطالية بالمغرب بسبب التلاعبات ديال الشركة ديال تيالاس القنصرية الإيطالية تكلف شركة جديدة اليوم احنا غادي نحط لكم كيفاش الناس اللي بغيروا قدموا الطالب امتى النهار اللي كان فيه تقديم الطالب شكونا هي الشركة الجديدة ومعلومات مهمة لخاصكم تعرفوها للناس اللي بغيروا يجيوا بالتجمع العائلي ولا اي حاجة ستتعلق بالقنصرية الإيطالية بالمغرب غا تلقاوها في هذه الحلقة ما تمشوش بعيد بعد الفاصل سنواصل موسيقى أول شيء بالنسبة للإخوان والأخوات اللي بغاوا يستافذوا من البونس كما تتعرفوا را قد نخلي لكم الرابط المباشر اللي بغا يقدم الطالب ديال البونس ديال ستينورو يعني هذا البونس ديال ستينورو الى انتهت الصلاحية دياله وراه صالح لمدة 30 يوم ماشي مشكل ملت سالي 30 يوم ورا عندك الحق تعود طلبوه مرة أخرى لحدود الاستفادة منو هنا في هذه الحلقة غادي نعطيكم كين واحد تركو يعني واحد الحاجة بسيطة اللي غا تقدر تزيد بها يوصل هذا البونس ديالك الى أكثر من مئة أورو اشنا هي؟ اول حاجة انت غادي تقدم الطالب كما هنحط لك الليك لأساس باش تستافد من هدك البونس ديال ستينورو وانا ان شاء الله الحلقة القادمة او لبعدها هنحط لكم طريقة تقديم الطالب بسيط غادي تستافد من ستينورو انت من اللي غا تبغي تاخد واحد لابونامينتو الشرط باش انك تعلي هذا الاستفادة انه تاخد واحد لابونامينتو سنوية يعني واحد الاشتراك هذك الاشتراك سنوي فاش في القطار ولا في الحافلات الباص ولا احتى في الميترو يعني هذو كلهم داخلي هاد لابونامينتو تقريبا كينين ميتين وخمسين أورو كينين تلتميات أورو سنويا انا غادي اعطيكم واحد الميتر البسيط كيفاش غادي تستافد اذا انت اذا لقيت هاد لابونامينتو بثلتميات أورو غادي تحيد منه الخصم ديال ستين أورو اللي هو البونس اللي غادي اعطيك اذا انت تخلص فالابونامينتو ميتين ووربعين أورو انا اعطيت غير متن ممكن تكون لابونامينتو غير ميتورو ممكن تكون مية وخمسين وهكذا هنا الحاجة الاخرى للناس كثيرة ما تعرفوهاش هو انه من الالفين وثمنتاش كانوا واحد الحاجة اسميتها لديتراتسيوني فسكالي إير بيف اللي هي تتوصل ال 19% من المبلغ ديال لابونامينتو ديال ترس بورتو بوبليكو يعني انت إلا كان عندك اي اشتراك اي اشتراك سانوي في القطار ولا في الحافلة ولا في الميترو را عندك الحق تستافد من 19% هذه را ما غيقول للك تشي واحد خسكن تطلبها بنفسك من اللي توصلت تريدها ستقول للك الوبراتوري ستقول للك أنا لدي الحق في هذه الدراتسيوني فسكالي ديال إير بيف 19% سيأبليكو هي 19% عندك الابونامينتو ديال 300 أورو سنحييد مننا 60 أورو بونس إذا ما سيكون 2040 أورو هذه 2040 أورو سنحييد مننا 19% الدراتسيوني فسكالي ديال إير بيف هي 45 أورو من 140 أنا أعطيت غير مثل ممكن تكون عندك أكثر ممكن أقل الأبونامينتو إذا هنا ما سيأتي بها 45 أورو إذا تستفدت من 60 أورو إضافة إلى 45 أورو يعني استفدت من 105 أورو اللي ستنقصلك من الأبونامينتو في العواد ستخلص 140 ستخلص 195 أورو مهمة لماذا كان عندك غير جوجة أشخاص ثلاثة في العائلة ستوفرتي 200 أورو و110 أورو أو 330 أورو الشرط الوحي تكون عندك هذا الاشتراك سانوي فقط ليس شهري والذي شهري سواء في القطار سواء في الحافلة أو سواء في الباص أو في الميترو سنمر للفقرة الثانية هو البالغ الذي أعلنت عنه القنصلية العامة بإيطاليا الإيطاليا بالدار بيضاء على أنها من اللي اكتشفوا بعض التلاعبات في المواعي أنهم قروا فصخ العقد مع شركة TLS كونتاكت في المغرب وهنا القنصلية نقلات الخدمة دي استقبال طلبات تأشيرة إلى شركة أخرى هالشركة اسمتها VF وورد وايد لكن ما زال ما بدأتش هالشركة تتشتغل في قادم الأيام غل يحطوا الخبر دي البداية الاشتغال مع هالشركة الجديدة لكن لحد الساعة كما يضيف البالغ بأنه من الناس اللي بغوا يأخذوا المواعيد في السفارة الإيطالية والقنصلية الإيطالية بالرباط رأى ما زال الموقع دي الـ TLS هو اللي تيأخذ المواعيد دي طلب تأشيرك الناس دي الرباط أما إذا تكلمنا على الناس دي القنصلية دي الكازا رأى القنصلية دي الإيطالية بكازا هي بنفسها تتاخذ المواعيد ولكن لهذه ثلاث فئات فقط تتاخذ المواعيد للتجمع العائلي مع مواطنين من الاتحاد الأوروبي يعني الناس اللي عندهم الجنسية في الاتحاد الأوروبي اللي أريد يجيبوا يعني الأفراد العائلة ديالهم تتكلموا دائما من الدرجة الأولى رأى عندهم الحق يدفعوا الطالب للقنصلية الإيطالية بكازا بلانكا ونقول لكم امتى النهار وشتى المواحد يأخذه كذلك الناس اللي عندهم تجمع عائلي مع شهادة مخصصة ما اللي تقولون شهادة مخصصة هو اللي عندهم نولا أوسطا يعني واحد أجنبي عايش في إيطاليا دار تجمع العائلة للأمة دياله للزوجة دياله للأولاد دياله والنولا أوسطا عنده هذا عنده الحق يقدم دابا في القنصلية الإيطالية مباشرة محتاجة ولا ولا الناس اللي بغي يقدموا على السياحة فيزا سياحة تأشيرة السياحة حتى هما غي قدمو مباشرة في القنصلية العامة بإيطاليا شكول استثنات القنصلية الإيطالية من هذا من هذا يعني الطالبات تقديم طالبات مباشرة استثنات فئة وحيدة اللي هما الناس اللي بغي يديروا فيزا ديال السياحة اللي هما أفراد العائلات ديال الإيطاليين المقيمين في المغرب كما تتعرفوه يعني الناس اللي وما مغاربة وعدم الجنسية إيطانية لكن ساكنين في المغرب وعندهم الإقامة في المغرب هذا ما عندهمش الحق يقدموا للقون سوريا وهنا راه إمتى بدأ تقديم الطالب للقون سوريا مباشرة راه بدأ من نهار 16 حنا اليوم 18 و 1 2023 يعني بدأوا ابتداء من نهار 16 ولكن راه المواعيد تتأخذها غير نهار 2 فقط يوم الاثنين فقط ولعدد محدود من اللي تسال يدك العدد تسدو التليفون شحالة العدد هو 350 موعد أسبوعي ولكن 350 موعد مقسمة على ثلاثة الأنواع اللي قلنا من قبل أما باقي التأشيرات الأخرى إلا كان من غير هالثلاثة اللي قل دابا هذوك راه باقي غادي قدموا عن طريق اللي تيل اس كونتاكت إلى حدود في قادم الأيام غادي علنوا على الموقع وعلى الشروط الجديدة مع الشركة الجديدة اللي قلنا اسمتها VF World Wide هذه هي الشركة الجديدة اللي اخذت يعني مكان التال اس كونتاكت ولكن إلى حدود الانتقال إلى العقد مع هالشركة راه ما زال كما قلنا سابقا التال اس كونتاكت ما زال خاضعة لبعض المواعيد فقط مع الرباط ولا فقط لبعض التأشيرات اللي قلنا دابا إذن هذا هو كان بلاغ الإعلان ديال القنصرية وإن شاء الله في قادم الأيام إذا كان أي مواعيد أخرى أو أي بلاغات أخرى رانحاول نشرحها لكم مفصلة دائما كما تنعودوكم في قناة الجلية العربية حتى انتم ما ما تنسوناش بالضغط على الاشتراك وتفعيل جرس بارتاجيوا الفيديو مع الإخوان الأخوات ديالكم باش تعمل فائدة لجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته